السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درر من أقوال السلف الصالح يفرق العلماء بين مسألة السماع والاستماع يفرق العلماء بين مسألة السماع والاستماع عن نافع مولى بن عمر قال سمع بن عمر صوت زمارة راع فوضع إسباعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم قال فيمضي حتى قلت لا قال فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا فصنع مثل هذا رواه أبو داود وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع ولهذا لو مر رجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة ولهذا لم يأمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة لما سمع زمارة الراع لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير اختيار وكذلك في اجتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي وهذا مما وجه به حديث ابن عمر فإن من الناس من يقول بتقديم سحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلبا للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني ضرر ديني لا ينتفع إلا بالسد المصدر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المنتقى من الدرر والفوائد درر من أقوال السلف الصالح قال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله اعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو التعين عقلا وشرعا وذلك من وجوه متعددة منها أن السؤال فيه بذل ماء الوجه والذلة للسائل وذلك لا يصلح إلا لله وحده كان الإمام أحمد يقول في دعائه اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار الإفتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله فإنه يريد من عباده أن يرغب إليه ويسأله ويدعوه ويفتقر إليه ويحب الملحين في الدعاء والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه ومنها أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة ينادي كل ليلة هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له المصدر نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس درر من أقوال السلف الصالح المنتقى من الدرر والفوائد قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه ومن لم يقدر على أن يذبح هديه بمينة فليذبح هواه ليبلغ به المنى ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد المصدر كتاب لطائف المعارف قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات المراد أنه يذكرون الله في أدبار السلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غاد وأراح من منزله ذكر الله تعالى المصدر أذكار الأذكار للنووي درار من أقوال السلف الصالح لا تنسوا إخوة الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم بإذن الله تعالى يوميا فيديو جديد من مقتطفات من كتب السلف الصالح فوائد سلفية بتوفيق الله تعالى على منهج علماء السلف الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر